اشتركوا في القناة صلاة تملأ السماوات والأرض نورا وتكون لنا وللعالمين فرجا وفرحا وسرورا أراد الله تعالى أن يقول للملائكة إنه علم ما أبدوه من دهشة حين أخبرهم أنه سيخلق آدم كما علم ما كتموه من الحيرة في فهم حكمة الله وعلم أيضا ما أخفاه إبليس من المعصية والجحود أدرك الملائكة أن آدم هو المخلوق الذي يعرف وهذا أشرف شيء فيه قدرته على التعلم والمعرفة كما فهم السر في أنه سيصبح خليفة في الأرض يتصرف فيها بالعلم والمعرفة أي معرفة الخالق وهذا ما يطلق عليه اسم الإيمان والإسلام إن نجاح الإنسان في معرفة الخالق ومعرفة العلوم المادية أتاح له استعمار الأرض والتحكم فيها والسيادة عليها وكفل له حياة أرقى إنها حكمة الله في استخلاف الإنسان وسيادته على كل المخلوقات وتسخيرها له ترجمة نانسي قنقر تريدونها إذا حرباً أيها الملاعين تريدون تكرار مآسيا الماضي أما كفانة شتتاً وتشريداً؟ لا يا سيدي سميا ما نريد إلا الإصلاح أي إصلاح؟ إبليسكم لا يعرف إلا الإفساد أين ابنتي أقوتة؟ ماذا فعلتم بها؟ تكلمي إنها بأمان يا سيدي معززة مكرمة فهي ابنة كبيرنا ولا يستطيع أحد إهانتها غنظر أياتها الشقية كفي عن المراوغة أخبريني أين ابنتي؟ عند سيدي إبليس وماذا يريد منها هذا العين؟ لا يريد منها شيئاً إنه يريد منك أن تنضم إليه مع أدباعك من الجن لنتسيد أرضنا مرة أخرى أرضنا التي اغتصبها آدم وبنوه وأنا رفضت عرضه هذا من قبل وأكرر رفضي هذا غنظور قولي لسيدك إن لم تعود ابنتي في الغد دون أن يمسسها سوء سيرى مني ما لا يحمد عقبها سيدي سميا أغروبي عن وجهي يا غنظور وليدان إبليس نعيش في سلام أخبريه أن الأيام دول وعلى الباغي تدور الدوائر هابيل هابيل إقليمة غبت طويلاً عن ناظري هابيل ها قد أتيت ماذا تريد مني؟ ماذا تريد أن تقول؟ تبدو غاضباً يا قبيل هل أسأت إليك؟ ألا تعرف أنك قد أسأت إلي ماذا صنعت لك؟ هذه اللهفة التي تستقبل بها إقليمة وتستقبلك بها وماذا يديرك يا قبيل؟ إنه قارن مستقبلي ومن قال هذا؟ أنا من قال هذا أنت حسن لا بأس ولكنني أخوك توأمك أعرف ذلك إذن كيف تبدين له هذه اللافة؟ وهذا الشوق في وجودي؟ ولم لا؟ أليست حقيقة؟ قد تكون كذلك ولكنها حقيقة مؤلمة بديع رائع وجدتها وجدتها ما هذه الذي وجدتها؟ أنا سيت حكاية العرف؟ العرف؟ ماذا تعني؟ لقد صورته أنت يا قبيل إنه القوة التي تجعلك تستهجن أن أعلن أشواقي لإقليمة أمامك عدت مرة أخرى لهذا الكلام الغامض إن سلوكك هذا يؤذيني وكيف عرفت أن سلوكي يؤذيك؟ أحسست أن هذا تعتصر قلبي وأنت تعلن شوقك لإقليمة إنه نفس الشعور عندما آكل ثمرة رديئة هكذا العرف إنه ثمرة أن تتذوق شيئا ما الحق معك يا قبيل لن أخطئ مرة أخرى وأعلن أشواقي لإقليمة أمام الآخرين إذن فلنحتكم دائما إلى هذا الذي تسميه عرفا إذن فلن تستطيع بعد ذلك أن تطردني أغربي عن وجهي يا لبودة وإلى ضربتك لا يا قبيل أتواصل إليك ولكنها تريد أن أطردك من الأرض أنت لن تطردني لأنني سأذهب أنا عن أرضك أنا أمنعك بأي حق تمنعها يا قبيل ابتعد عن طريقي يا هبيل وإلى ضربتك بل ابتعد أنت عن إقليمة سأقتلك يا هبيل قبيل هبيل آدم قل يا آدم متى تصنع الآن؟ ها؟ هذا ولدك وهذا ولدك افتح عينيك جيدا يا آدم وانظر إنهما يتعركان عرفت الآن ماذا يمكنني أن أصنع هكذا سيكون مصير ذريتك من بعدك التشاحن والعراك والدم الدم يا آدم الدم ماذا فعلتم مع قبيل وهابيل؟ هل زادت العداوة والبغضاء بينهما؟ ما زلنا نؤجج نار الغيرة في قلب قبيل ليكره أخاه أبيل وهل فعلتم نفس الشيء مع إقليمة وليبودة؟ لم تأمرن بذلك يا زعيم؟ أيها الأغبياء أغبياء افعلوا الشر دون أوامر مني أهلكوا بني آدم اجعلوهم ينغمسوا في المعاصي والذنوب اقعودوا لهم كل مرصد لا أريد مؤمنا ولا صالحا على وجه الأرض إنسانا كان أم جنيا وأما هذه الملعونة المسمات يا قوتة فقد عزمت على الزواج بها ولكنها مؤمنة يا زعيمنا أعرف أعرف أيها الغبي وهذا ما سيزيد من إذلالها هي وأبوها سمية سأجعلها تقره الساعة التي وجدت فيها على هذه الأرض لكي تعلم من هو إبليس سأتزوج بك أيتها البائسة يا قوتة دهت واجبني وسيعجبني أكثر أن أجدها أمامي راكعة ذليلة لتكوني يا قوتة طوع أمري هكذا هكذا أيها العين إبليس هذه مكافأتك لي تتزوج بمن أحضرتها أنا إليك بيدي هتين لا لا يا زعيمنا وسيدنا سأرد إليك هذه الصفعة لن أقبل بهذه الإهانة يا إبليس وسأعرف كيف أردها نشأ قابيل حاد الطباع قاسياً سيء الأخلاق عكس أخيه هابيل الهادئ الوديع المسالم وكان قابيل يؤذي أخاه دائماً ويستغله فيجعله يحرط له الأرض إضافة إلى عمله في رعي الماشية فقد كان قابيل يقوم بالحرث والزراعة وهابيل يقوم بالرعي وكان آدم يتألم من ذلك ونصح ابنه قابيل فقال له قن طيباً يا قابيل مثل أخيك لا تكن شريرة إن الله لا يحب الأشرار ولكنه كان عنيداً ولا يستمع لنصائح أبيه شكراً للمشاهدة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخماس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بهذه الرحمن الرحيم